وهي مباراة زي مباراة حضراتكم يعني نهاية موسم شاق يمكن لو نفتكر حضراتكم مع بعض كانت نهاية بطولة الدوري أو آخر مباراة بطولة الدوري كان مباراة مؤجلة مع النادي المصري البورسعيدي من الجولة رقم 30 لو تفتكروا وانتهت بالتعادل بدون أهداف لما كان مستر كولر مريح أكتر من 7-8 لعيبة من القوام الأساسي يمكن أكتر 14 لعيب تقريباً كانوا غايبين عن المباراة دي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بالمناسبة السنة دي الفريق الوحيد اللي النادي الأهلي ما جابش فيه جوال هو المصري البورسعيدي المباراتين انتهوا بالتعادل السلبي يمكن المباراة التانية كانت خلاص انتهت دوري واتحسم قبل البطولة بخمس مباريات ولكن النادي المصري البورسعيدي هو النادي الوحيد اللي النادي الأهلي لم يسجل فيه أهداف مباراة صعبة النهاردة يعني أقول لحضراتكم إيه احنا تقريباً من عشر شهور مسم طويل جداً وشاق تقريباً من عشر شهور بدأنا يمكن تسعة أكتوبر بمباراة بين النادي الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي لو تفتكروا حضراتكم في دوري 32 لدوري الأبطال كانت في تونس في النسخة اللي هي النادي الأهلي فاس بيها للمرة الحضرات في تاريخه لكن قبل كده طبعاً كان فيه فترة إعداد لو بنتكلم على فترة إعداد خلي بالحضراتكم نحن نتكلم على فترة إعداد إيه مربوطة من السنة اللي قبلها يعني السنة اللي قبلها الدوري مستمر المسابقات كلها مستمرة تقريباً ده تالت موسم اللعيبة متريحش فكان فيه فترة إعداد بمجرد انتهاء الموسم علشان الموسم الجديد اللي كانت بدايته مبارات اتحاد المنستري في تونس اللي النادي الأهلي حسمها لصالحه بالفوز واحد سفر موسم أنا بشفق على لعيبة النادي الأهلي لما بشوفهم بيلعبوا لحد الوقت هتقول لي ما المصري بيلعب آه بس لما نيجي نتكلم على موسم كله أشغال شقة لعيبة النادي الأهلي ما بيرايحوش ما بيرايحوش معظم اللي الأندية بتريح سواء اللي كانوا بيلعبوا معهم في البطولات الأفريقية وتلعوا من بدري أو بفرق الدوري اللي هي مكملة في الكأس لحد الوقت عدد الماتشات ما بين النادي الأهلي وأي فريق تاني على الأقل بيتراوح ما بين 8 ماتشات ل10 ماتشات أو 12 ماتش وكمان لو ضفنا لهم كمان بطولة كأس العالم الأندية لكن هي دي ضريبة اللعب للنادي الأهلي إنك دايما حاضر حاضر في كل البطولات إلا اللي انت بتقول من نفسك لا أنا مش عايز أخدش في البطولة دي إنما أنت حاضر لأنك أنت البطل حاضر في كل البطولات لكن بالرغم من إنه موسم أشغال شقة لكن بصراحة كان موسم ناجح بدرجة 100% بالأرقام نادي الأهلي حقق كافة البطولات المحلية وكمان القرية اللي شارك فيها منها لو نفتكر بس نرجع لورا نسختين كأس سوبر محلي بطولة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وعودة الدرع مرة أخرى لمكانه الطبيعي بالجزيرة الدوري الممتاز نادي الأهلي مخسرش غير كأس العالم الأندية اللي احتل فيها المركز اللي هي المركز الرابع وقدم أداء جاية يعني المستوى لعام كان جاية بس أنا بقول لحضرك تخيل أنا بقولك إن البطولة الوحيدة اللي اخسرها الأهلي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية حجم البطولة هي دي البطولة الوحيدة اللي اخسرها النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي موسم تاريخي مش استثنائي ما حيبش اللي بقولي استثنائي أبدا موسم تاريخي لأن الموسم دي بتتكرر بتتكرر من النادي الأهلي بس لا محدش يضحك عليك ويقولك ان الكلام ده حصل قبل كده مش عارف من نادي تاني لا 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 ما حصلش كده حصل سنتين مش في نفس الموسم سنتين سنة وبعدها سنة ومدير فني وبعدين مدير فني مش مدير فني واحد لا زي مستر كولر كده لا تاني حصلت في سنتين مش في موسم احنا بنتكلم على موسم موسم بخمس بطولات بقول لحضراتكم علشان بس الكلام اللي بيتقال يقولك ان الكلام ده حققوا نادي قبل كده لا ما تحققش قبل كده اتحقق في سنتين مش في موسم واحد سنتين وراء بعض وبتنين مدربين اتنين مدرين فنيين مختلفين اللي حققوا النادي الاهلي السنة دي مجاش من فراغ